موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني حناه فيها بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأشاد فخامة الرئيس بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات متطلعا إلى مزيد من تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وعبر رئيس الجمهورية عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة متمنيا له منفور الصحة والهناء والحكومة وشعب الجمهورية الموريتانية الإسلامية الشقيق التطور والإزدهار في ظل قيادته الرشيدة بعث فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة لرئيسة جمهورية كرواتيا الصديقة كوليندا جرابارا كيتاروفيتش هنأها فيها بمناسبة العيد الوطني لبلادها وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لفخامتها بهذه المناسبة الوطنية متمنيا لها منفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق التقدم والإزدهار اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري إلى الترتيبات الجارية لاستيناف نعقاد جلسات مجلس النواب وعبر نائب الرئيس عن التقدير لكل الجهود التي بذلت لنعقاد جلساته في سيون بمحافظة حضر موت وفي مقدمة ذلك جهود دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة منوها إلى حرص فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية على ضرورة استيناف مهام المجلس ليقوم بمهامه الوطنية المنطة به ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس النواب سعي هيئة رئاسة المجلس إلى استيناف الجلسات بما يعزز من أداء مختلف السلطات وترسيق قيم الدولة والنظام والقانون وما لذلك من عكاسات إيجابية على أمن واستغرار بلادنا في ضل المعركة التي يخوضها أبطال الجيش والبواسل بدعم التحالف لمواجهة ودحر الانقلاب المدعومي من إيران التقى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات والتطورات الميدانية ووضع الوحدات العسكرية وأحوال المقاتلين المرابطين في جبهات المنطقة ونقل نائب الرئيس تهاني فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربو منصور هادي مشيدا بالانتصارات التي حققها المقاتلون الأبطال وتضحياتهم الجسيمة في الدفاع عن الشرعية واستبسالهم في وجه ميليشيا الحوث الإنقلابية والدعم الأخوي الصادق لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وأكدا عزم الشرعية والتحالف على استعادة الدولة وإرسال السلام الدائم المبني على المرقعيات الثلاث وشدد نائب الرئيس خلال اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود واستكمال المهام والخطط العسكرية مؤكدا بأن النصر حليف اليمنيين ضد كل المشاريع الخارجية التي تستهدف وطنهم وهويتهم ومن جانبه أطلع قائد المنطقة العسكرية السابعة نائب الرئيس على مستوى الجاهزية القتالية ومعنويات المقاتلين الأبطال منوها إلى الاحتياجات والصعاب الكبيرة التي يتحداها الأبطال بعزمتهم وصبرهم وصلابتهم في سبيل تحقيق حلم اليمنيين بالاتجاه نحو صنع العاصمة اطمأن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني على صحة قائد اللواء 17 مشاهل عميد الركن عبد الرحمن الشمساني بعد إجرائه عملية جراحية في العاصمة المصرية القاهرة وتمنى رئيس مجلس النواب خلال زيارته العميد الركن الشمساني الشفاء العاقل والعودة لممارسة مهامه الوطنية من خلال موقعه العسكري من جانبه عبر قائد اللواء 17 مشاهل عن امتنانه الكبير لرئيس مجلس النواب على اللفتة الكريمة بالاطمأنان على صحته التقى وكيل وزارة الخارقية لشؤون السياسية منصور بجاش القائم بأعمال سفير جمهورية السودان لدى اليمن أسامة حسن سلمان وخلال اللقاء رحب وكيل وزارة الخارقية بالقائم بأعمال السفير السوداني مؤكدا على مكانة ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا بمواقف السودان قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن في مختلف المرحل والظروف والتي لن يكن آخرها موقف السودان مع أشقائهم اليمنيين من خلال مشاركتهم الفاعل في إطار دول التحالف العربي لدعم شرعية في اليمن وتطرق الوكيل بجاش خلال اللقاء إلى جملة من المواضيع الهامة التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين ومن جانبه أوضح القائم بأعمال السفير السوداني الجهود الجارية في بلاده للوصول لوفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية وتؤسس لتحول ديمقراطي كامل مشيرا إلى التطورات الإيجابية التي حدثت خلال اليومين الماضيين على صعيد الإعلان عن مبادرة المجلس العسكري لخارطة طريق الحل السياسي والتقدم الذي تحرجه الوساطة الأثيوبية وجهود المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف مطار أبهى الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء الأحد ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة سبعة مدنيين آخرين وجددت وزارة الخارجية التأكيد أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية والتي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية لا سيما القانون الدولي الإنساني وأن هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على الميليشيا الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى إدانة هذه الاستهداف والإطلاع بمسؤوليته في إلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية وبما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة دشنا سفير بلادنا لدى الجمهورية مصر العربية دكتور محمد علي مارم ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم الدكتور فضل أمطلي اختبارات الثانوية العامة في المدارس اليمنية بالقاهرة وخلال تفقده اللجان الامتحانية طلع السفير على سير عملية الامتحانات وأداء لجان المراقبة مشددا على أهمية الانضباط في العملية الامتحانية وتقديم نموذج مشرف من خلال المدارس اليمنية في القاهرة وشاد بالطلاب باعتبارهم شباب الوطن الذين يعول عليهم بناء مستقبل أفضل بالعلم والمعرفة مضيفا أن الوطن ينتظر منهم الكثير وعليهم يعول بناء الوطن الذي تضرر من حرب الميليشيا الانقلابية التي حاولت تدمير كل شيء لكنها لن تستطيع تدمير الإنسان اليمني وجدد مارم التأكيد على متانة العلاقات اليمنية المصرية في قيادة فخامة الرئيس عبد الربع منصور هادي وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنا الدعم المستمر والتسهيلات المقدمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية لأخوتهم أبناء الجالي اليمنية ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور فضل مطلي على أن الوزارة تعمل على ضبط العملية الامتحانية وفقا لأعلى مقاييس الجودة المتبعة وأن لجنة النظام والمراقبة ستقوم بالإشراف اليومي على سير عملية الامتحانات ورفع التقارير عنها أولا بأول إلى الوزارة وأشهد الدكتور مطلي بأداء المدارس اليمنية والجهود المبذولة من إدارة المدارس وقيادة السفارة اليمنية في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الجالية اليمنية في مصر متمنيا للطلاب الدارسين التفوق والنجاح نفذت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية عملية عسكرية نوعية خاطفة على مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية شمال غربي مريس شمال محافظة الضالع وفد مصدر عسكري أن عملية نوعية مباغدة نفذت على مواقع الميليشيا في وينان بالشمال الغربي الجبهة مريس وأوضح المصدر أن العملية جاءت عقب كسر قوات الجيش هجوما حوثيا على مواقعها في ذات الجبهة وأشفرت العملية عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة في العدة والعتاد قتل وأصيب العشرات من مسلح جماعة الحوثي في معارك تقددت مع قوات الجيش الوطني بمحافظة الجوف وقال مصدر ميداني أن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين في جبهة المصلوب وقتل فيها عدد من مسلح الحوثي بينهم قياديون يدعى مبارك العكب أحد قيادات الميليشيا الحوثية في مديرية المصلوب وذكر المصدر أن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تقدم للميليشيا الحوثية إلى مواقع في منطقة الغرفة غرب مديرية المصلوب لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية بينهم قياديون مصرعهم بنيران قوات الجيش الوطني في مدينة تعز إذ هاجمت قوات الجيش الوطني مواقع ميليشيا الحوثي في الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة تعز وشاركت مدفعية الجيش الوطني في الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الإنقلابية وأسفر الهجوم عن مصرع 11 عنصرا من الميليشيا بينهم القياد الميداني المدعو أبو قصي وجرح عشرات آخرين إلى ذلك تمكنت الفرق الهندسية الجيش الوطني تمكنت من تفكيك شبكات ألغام أرضية زراعتها الميليشيا الحوثية في جولة قصر شرق المدينة تحت النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر